خلونا نتابع مع حضراتكم مجموعة من أهم الأخبار بس حابب الأول إصارة أتكلم معاكي شوية فكرة أنه في مختلف المجالات مش بس في الرياضة في أوقات كتير جداً بيبقى رموز بترحل عن دنيانا ورغم كده بتفضل تتمتع بحالة من حالات الحب والعشق والإحترام حتى بين أجيال ممكن تكون مع صرتهاش إيه ممكن يكون السبب؟ هل بس فكرة أنه الشخص ده كان نجح في مجاله؟ هل بس فكرة أنه الشخص ده كان منتمي لمجموعة من المبادئ والأخلاقيات اللي عاش عليها طول عمره؟ هل بس لأنه كان رمز في مجال عمله وسواء كان فن سواء كان رياضة سواء كان أدب سواء كان شهر إلي يخلي ذكرى واحد تفضل عايشة بيننا ويفضل يتمتع بنفس القدر من الحب والإحترام رغم أنه ممكن يكون رحل عن دنيانا من زمن طويل جداً هقولك أنا يا أحمد يمكن أنا بمثل الجيل اللي ما شفش كابتن صالح سليم رحمة الله عليه يمكن بمثل الجيل اللي ما شفوش هو بيلعب لايف ما حضروش ما تفرجش عليه وقتها وما تعملش معاه لكن الحقيقة أننا الجيل ده يا أحمد بنشوف كابتن صالح سليم كل يوم في قيم ومبادئ الأهلي في الأسس اللي هو حطها في سلوكيات وإدارة النادي الأهلي كإدارة وكلعيبة كمان لحد دلوقتي يا أحمد هو صاحب رصيد كبير من الإنجازات في الاتنين الحقيقة بالضبط يا أحمد يعني الحقيقة أن الراجل ده ما كانش مجرد لعب كورة أو كان مجرد رئيس للنادي الأهلي ولكن حط يمكن ممكن نقول دستور مشي عليه كل اللي جي بعد كده حط قصص ومبادئ بقى الكيان كله ماشي عليها والحقيقة أنه جماهير الأهلي عمرها ما بتنسى عمرها ما بتنسى أن الراجل ده أفنى عمره في خدمة النادي ده في خدمة الكيان ده وخدمة جماهيره متهالي أحمد جماهير أهلي عمرهم هينسوا اللي صالح سليم عمله للنادي هكذا يكون الماسترو اللقب الأهم والأشهر اللي ارتبط باسم الراحل صالح سليم 2002 بعد رحلة صراع طويلة إلى حد ما مع المرض وبعد فترتين ولاية تولى فيهم مسؤولية النادي الأهلي الأولى كانت من 80 ل88 والتانية كانت من 92 ل2002 الحقيقة الاثنين دول شاهدوا فترة أو كانوا فترتين من أهم الفترات على مستوى الإنجازات للنادي الأهلي والأهم من البطولات زي ما هو دايما كان بيقول وزي ما هو كان دايما بيأكد الأهم من الفوز بمطش أو الأهم من الفوز ببطولة هو الحفاظ على قيم ومبادئ الكيان ربنا يرحمه احنا بنفتكر فيه الذكرى التسعين لميلاده وحلقة خاصة جدا النهاردة من السادسة عن الراحل العظيم الماسترو صالح سليم شكراـة